لكن النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها اتقال نقاش مهمة أوي عن البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها وأنا هتكلم عن تجربتنا في مصر كأحد يعني لإثراء الحوار والنقاش والتجربتنا اللي إحنا مشينا فيها كان لدينا بكل صدق كان لدينا فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر وكان لدينا مصارين مصار أن الدولة تبقى لها خطة استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لأفاق أفضل من اللي كان موجودة فيه أو أن احنا نشجع القطاع الخاص عشانه يتحرك معانا في هذه المشاريع أنا بقول مش بس للضيوف اللي موجودين معانا أنا كمان الشعب المصري بيسمعني دلوقتي وده مهم أنه يعرف المصار كان ممكن كان ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني المدى الزمني اللي كان مطلوب لإنجاح أو لسد الفجوة الهائلة أنا بقول فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر كان القطاع الخاص ممكن في مدى الزمني سواء كان القطاع الخاص النصري أو الأجنبي أنه هو يقوم بعمل هذه الفجوة ولكن أتصور أن المدى الزمني والالتزامات اللي كانت مطلوبة عشان يتحرك فيها كان هتاخد مدى زمني ضخمة جداً إحنا عملنا كدولة خلال الثمان سنوات اللي فاتوا بكل ما قطينا من قوة حتى الفجوة دي تنتهي تماماً وتبقى فيه بنية أساسية متطورة للدولة في كافة المجالات خاصة أن الفجوة اللي بقول عليها ما كانتش في قطاع دون آخر لأ كانت في كل القطاعات اللي موجودة لو كلمنا على قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة لو كلمنا على قطاع النقل فيه فجوة كبيرة فبالتالي الجهد اللي تبزل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال السبع سنين اللي فاتوا اللي كان فيه جزء كبير منه تم يعني الاستدانة بيه عشان ناصل إلى أن احنا ما نخشش فيه يعني إشكاليات الوصول للهدف في أن الدولة تبقى قدرة ببنية أساسية على أنها تتقدم سواء للقطاع الخاص المصري اللي هو مقدر واللي احنا حرسين جدا جدا وده مش كلام بنقوله هنا في المؤتمر فقط لا ده احنا أنا حقول إيه الإجراءات اللي احنا حرسن أن احنا نعملها خلال السنوات الأخيرة فقط عشان نشجع القطاع الخاص فيه لكن أرجع أقول تاري احنا تجربتنا أن احنا أنفقنا أموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى أفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة كان ما صارنا أن احنا قلنا كدولة هي اللي تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب وده احنا مش بنتكلم على مليارات احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الأساسية اللي احنا نقدر نتكلم أو نقول بمنتهى الطوارع دلوقتي أنها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل أفضل اقتصادية طيب هل القطاع الخاص النهاردة كان بعيد عن بناء ده لا القطاع الخاص كان شغال معانا هو شركاته اللي قامت بالعمل في هذه المشاريع لأن شركات القطاع العام ما كانتش قادرة أنها تقوم بأبدا بقامة هذه المشروعات اللي احنا نتكلم فيها وبالتالي جزء كبير جدا من التمويل أو جزء كبير جدا من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها نصيب ضخم جدا وبالتالي أنا أتصور أن القطاع الخاص اللي اشتغل معانا وأنا أتكلم هنا في خمس تلاف شركة تقريبا لأن معظم المشروعات اللي تم تنفيذها في مصر كانت بواسط شركات مصرية من القطاع الخاص طيب هل النهاردة الدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر أيوة ده موجود والترجم مش بس كتصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة ولكن من خلال الإجراءات بنعلنها باختصار لكم قلنا في وثقة سياسة ملكية الدولة وكان الهدف منها أن احنا كل الاستثناءات اللي كانت بتتمتع بيها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه كل كلام ده تم إلغاء تماما حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافأة للجميع النقطة التانية اللي احنا قلناها في عزة الأمر أن المجلس الأعلى يعني تم إطلاق أكتر من 22 قرار أو إجراء الهدف منه تحفيز تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية النقطة التالتة اللي انا عايز أقولها أن احنا أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية عندنا يقرب من 140 150 مشروع قلنا أن احنا هنعطيهم حوافز تصل إلى إعفاء ضريب من 5 إلى 10 سنة للشركات اللي هي مستعدية تعمل معانا في هذه المشاريع اللي احنا بدينها أولوية أنا بقولي الكلام دوت عشان مستر جين وعشان البنية الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها وانا قلت الكلام ده قبل كده عدة مرات أنا بتكلم على أفريقيا هنا بقى أننا من تجربتنا اللي احنا عملناها كدولة مصرية في مجال البنية الأساسية شفنا قد وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلناه أن ده أمر مهم جدا جدا للقارة الأفريقية عشان تنمو ولا يمكن ده حيتم إلا بتمويل منخفض التكلفة لأن احنا نتيجة التحديات الاقتصادية اللي اللي كلمت عليها دي في الاربع سن اللي فاتوا حتى الآن يعني بقول أن احنا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية في هذا الأمر يبقى ده دور لمؤسسة التمويل متعددة الأطراف تساهم معنا في هذا الأمر أنا مش عايز أقطل عليكم أكتر من كده برحب بيكم أهلا وسهلا بيكم في مصر وده أول مرة ينعقد المؤتمر في إفريقيا وفي في مصر ونتمنى لكم مناقشات ومدولات مسمرة وناجحة وكل التوفيق لكم وأرجو أن إحنا أيضا ما تنسوش أن أنتم تأخذوا فرصة من يعني الترفيه مش مش بكل الموضوعات عمل وعمل فقط يعني برحب بيكم مرة تانية وبأشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا